عيد برائحة انقلاب جديد يمر على اليمنيين اليوم العيد في عدن دخل على أبنائها هذا العام برائحة البارود والدم حيث دخلت العاصمة المؤقتة فصلاً جديداً من فصول سيطرة الميليشيات وبدعم وإخراج سعودي إماراتي سقوط عدن مثل جرحاً آخر في جسد البلد المثخن بالحرب والفوضى منذ خمس سنوات صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية تحكمها ميليشيات كهنوتية واليوم عدن وما حولها تسيطر عليها ميليشيات شمولية أيضاً ولم تعد هناك ملامح للدولة برمزيتها وخدمتها سوى في حظر موت ومأرب وتعز ومناطق محدودة أخرى يأتي العيد على اليمنيين وهم مستمرون في السقوط في هاوية الحرب التي اشتعلت قبل خمسة أعوام كل عيد يضيف آلامه على سابقيه وكل عام يراكم المأساة على كاهل هذا الشعب ملابس العيد وأضحية العيد ومستلزماته الضرورية أصبحت لدى قطاع واسع من اليمنيين أمنية غير قابلة للتحقق وسط كل هذه الظروف المأساوية حتى الأطفال الذين هم أصل العيد ونكهته الجميلة سرقت ظروف الحرب البسمة من أفواههم حيث لا ملابس جديدة ولا عيدية ترسم البسمة على أفواههم أو هكذا هو الحال عند معظم اليمنيين تضررت حياة اليمنيين بشكل بالغ خلال أعوام الأزمة التي تبدو بلا نهاية وعملت الحرب على تغيير عادات المجتمع وصبغتها بالكآبة فيما كان للظروف الاقتصادية دورها البالغ في سلب ذلك القدر القليل من البهجة التي كانت لا تزال لدى اليمنيين خلال أعوام ما قبل الحرب ورغم كل ذلك لا يزال اليمنيون بجلدهم المعروف يحاولون صنع أعيادهم وانتزاعها من بين ركام كل هذه المأسي التي تتساقط على رؤوسهم منذ نحو خمسة أعوام